بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي في الدرس السادس من شرح لغة الجافا في هذا الدرس بإذن الله سنقوم بالتعرف على بعض الأشياء المختلفة في لغة الجافا خلينا نبدأ من شيء تعلمنا في الدرس الماضي وهو ال-while loop أو ال-counter-controlled loop هي عبارة عن loop تعتمد على متغير سمينا i والشرط يعتمد على هذا المتغير وداخل اللوب دائما نعمل increment للمتغير بمقدار واحد i++ أو i يساوي i زايد واحد فهذا البرنامج هدفه يطبع الأرقام من واحد إلى عشرة خلينا نشوف بالفعل طبع الأرقام من واحد إلى عشرة لو لاحظ هذه اللوب تتكون ثلاثة أشياء أساسية أول شيء فيه متغير هو يتحكم في اللوب وبعدين فيه شرط عنده حيتوقف اللوب وفيه increment للمتغير هذا في كل لفة من اللوب فهذه الثلاثة أشياء هي التي تتحكم في عدد لفات اللوب وطبعا فيه جملة بتتنفذ دائما العدد هذا المحدد عشر مرات في حالتنا وكل مرة بطبع المتغير i فبطبع الأرقام من واحد إلى عشرة طيب اليوم حنتغيى نتعلم كيف نختصر هذه الثلاثة أشياء التعريف المتغير والشرط والإنكريمنت هذا يتم اختصارها في الجافا باستخدام جملة for بدي أعمل نفس البرنامج اللي عملته في الوائل بس باستخدام جملة for حنلاحظ أنه بfor هيكون أبسط كيف نكتب جملة for؟ نكتب for بعدين بنحط القسين وداخل القسين حنحط ثلاث جمل الثلاث جمل هي الثلاث جمل اللي حكيت عنهم قبل شوي الجمل المهمة في الجملة الأولى بعمل اللي حيتحكم في اللوب بعدين بحط بعده فاصلة منقوطة يعني عرفت إنت آي يساوي واحد بعدين حطيت فاصلة منقوطة بعدين حطيت الشرط آي أصغر أو يساوي عشرة فاصلة منقوطة بعدين حطيت الانكريمنت اللي في العادة بيكون داخل بادي تبع اللوب لكن for لوب بتيح لي أحطه في طيب كيف حتنفذ for لوب؟ أول ما يشتغل البرنامج حينفذ الجزء الأول من اللي داخل القسين اللي هو الديكليريشن هيعرف متغير آي بعطيه قيمة ابتدائية واحد بعدين بنتقل للجزء الثاني اللي هو الشرط بفحصها الواحد أقل أو الساوي عشرة نعم بعدين ما بنتقل للجزء الثالث بدخل داخل اللوب بنفذ الأمر أو الأوامر اللي موجودة داخل بعد ما ينتهي من اللوب واحدة بيروح بعدين للإنكريمنت بعمل الإنكريمنت بيخلي قيمة بدل ما كانت واحد حتصير اثنين بعدين برجع للشرط هل اثنين أقل أو الساوي عشرة؟ نعم بعدين بنفذ كل الأوامر الموجودة داخل القسين بعدين لما ينتهي برجع يزود الآي بواحد حتصير الآي بثلاثة بعدين بيفحص الشرط هل ثلاثة أقل أو الساوي عشرة؟ نعم بنفذ كل الأوامر وهكذا يعني الجزء الأول من داخل الأقواص بتنفذ مرة واحدة فقط أول مرة والجزء هذا بتدخل بتنفذ قبل بداية كل اللوب والجزء هذا بتنفذ في نهاية كل اللوب تمام فهذا الكود بتضبط موازي للوائل لوب يعني ممكن كل شي نعمله بالفور نقدم نعمله بالوائل مساوي تماما لهذا الجزء حتى لما نفذه هنلاحظ انه بطلع معنا نفس بس طريقة مختصرة لكتابة البرنامج باستخدام الفور طبعا الفور دايما لما كنا كاونتر كنترول لوب بنلاقي كتابتها بالفور بيكون أسهل باستخدام الجابة طيب فتعرفنا على الفور لوب نتعرف على لوب جديدة اسمها دو وايل هي شبيهة بالوايل بس فيها فرق بسيط دو وايل كيف تنكتب بنحط دو بعدين بنحط الاقواسين القوسين البلوك بعدين في نهاية البلوك بنكتب وايل وبنحط الشرط كاونتر أقل أو يساوي 10 وبعدين فاصلة مقوطة اللي هي نهاية اللوب الدو وايل تختلف على الوايل انه الوايل ما بدخلها إلا إذا كان الشرط متحقق تمام؟ يعني الوايل في البداية بفحص الشرط إذا كان الشرط متحقق بنفذ الوايل لكن الدو وايل حينفذ الأوامر الداخل البلوك مرة واحدة أول مرة حيدخلها ينفذها بدون ما يتحقق من الشرط بعدين حيفحص الشرط تمام؟ إذا كان الشرط متحقق حيروح يعمل كمان another loop يعني لفة ثانية أو ثالثة وهكذا لكن أول لفة حينفذها على كل أحوال بدون ما يفحص الشرط حيفحص الشرط في نهاية كل لوب هذا الفرق بين وايل ودو وايل طبعا الوايل أشهر بكثير من دو وايل لكن فقط حتى تكونوا على علم بالدو وايل إنه في جملة تكرار دو وايل إلا بعض الاستخدامات القليلة لكن وايل أشهر منها بلا شك بكثير طيب خلينا نرجع لفور الفور طبعا أنا ممكن أعمل العد عكسي يعني ممكن أبدأ ال int i يساوي عشرة وبعدين إذا بدأ أحط decrement يعني i minus minus وهنا لازم أغير الشرط مثلا متى حينتي الشرط؟ وحيبدأ من عشرة وكل لفة حينقص واحد فمتى حيتوقف؟ طالما ال i أكبر أو يساوي واحد خلينا نقول فكده حيبدأ العد من عشرة وحيتوقف عند ال واحد وكل مرة حينقص واحد فعشرة تسعة تمانية زي ما توقعنا ممكن أصلا إنه ممكن كل مرة ينقص اثنين يعني أقول له i يساوي i minus two فيبدأ بعشرة تمانية ستة إلى آخرين راح نلاحظ بالفعل عشرة تمانية ستة أربعة اثنين الصفر طبعا كان الشرط غير متحقق فخرج من اللوب أو ممكن أكتبها بالطريقة اللي تعلمناها المرة الماضية i minus يساوي اثنين يعني نقص من i اثنين أيضا بقدر أكتبها بالطريقة هذه فهذا بالنسبة للوب بقدر أتحكي ممكن يكون increment يزيد العداد i أو يكون ينقص أنا بختار أنه يزيد أو ينقص حسب الأمر الموجود هنا طيب تعرفنا على الفور والدوال نيجي نتعرف على جملة جديدة اسمها سويتش سويتش أيضا من الجمل مش مشهورة كتير لكنها موجودة في الجافا سويتش بتتيح لي أعمل برنامج شبيه ببرامج الـ الف 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 الى آخره خلينا نشوف هذا البرنامج هذا البرنامج هدفه خلينا عمرا حتى قبل ما نتعرف عليه هدف البرنامج يقول لي يعني أدخر أي شهر شهر سبعة مثلا بيحكي له أنه شهر سبعة اسمه جولاي تمام فلو دخلت رقم واحد هيحكي لي أنه شهر واحد هو جانواري لو دخلت آآ رقم مختلف عن رقم شهور مثلا خمسة عشر هيحكي لي أنه يعني الرقم اللي دخلته لازم يكون من واحد الى اثم عشر طيب نتعرف على جملة سويتش نتعرف على البرنامج كيف عملنا أول شي عملنا import لانه هنعمل input لرقم الشهر وبعدين عرفنا سكانر عملنا declaration بعدين طبعا enter the month in numbers بعدين خلينا المستخدم اليوزر يدخل الشهر وخزننا الرقم اللي دخله المستخدم مثلا خمسة عشر هنخزنه في متغير اسمه month بعدين نيجي على جملة switch كيف نكتب switch نكتب كلمة switch وبنحط بين قصين اسم المتغير الحابين بناء عليه نتخذ قرارات يعني احنا هنتخذ قرارات بناء على المتغير month ايش القرارات اللي هنتخذها لو كان متغير month قيمته واحد هنعمل شي لو كان قيمته اثنين هنعمل شي مختلف ثلاثة هنعمل فكل قيمة من قيم month هنعمل شي مختلف على اخر هنطبع كلمة مختلفة على اخر فعشان كده switch بتتيح لنا هذه الخاصية فswitch month في عندي عدة كيس في عندي 12 كيس او حتى اكتر 13 كيس كل كيس هعمل شي مختلف طيب بعد مكتوب switch بين قصين احط المتغير طبعا المتغير لازم يكون من نوع انتجار او character وحتى في بعض الاحداثات الجديدة من الجافا سمحوا انه يكون string ايضا هنتعرف عنه لاحق ان تفاصيل هاي طيب هو من نوع انتجار حاليا بفتح قصين switch طبعا switch طويلة فيها cases كتير لكن بفتح القوس وبقف القوس هنا نهايت ال switch طيب داخل ال switch عندي cases بكتب كلمة case وبحط مسافة وبحط القيمة اللي هياخدها month يعني لو كانت month يساوي واحد يعني هذا مساوي كأني بقول له if month يساوي يساوي واحد ايش هعمل؟ هقول له system dot out dot print line January شهر واحد وجانيواري بعدين بحط break break يعني انتهيت خلاص لو دخل واحد هيطبع جانيواري وينتهي فbreak هيقفز من هنا الى نهاية ال switch ويكمل البرنامج لو كان في اوامر بعد ال switch تمام؟ طيب لو case 2 لو كان دخل شهر 2 لو كان دخل شهر 2 حيطبع February شهر 3 case 3 حيطبع March وبعد كل واحدة في break وهكذا 9 September 12 December بعدين break بعدين في اشي اسمه default ال default هذا في حال دخل اي قيمة غير القيم المذكورة في cases يعني دخل قيمة غير الواحد واثنين ثلاثة العين 12 ممكن ندخل صفر او سالب خمسة او خمسين في الحالة هادي هيجي default طبعا في الحالة هادي هطبع له system.outed print line you should enter a valid month number خلينا نجرب البرنامج ندخل شهر 9 September كمان مرة نحاول ندخل رقم خطأ 20 خطأ you should enter a valid month number لانه يجعل ووجد انه لازم يطبع هذي الجملة بعدين نعمل break طبعا اي break من هذي البريكس هتنقلنا لنهاية السويتش للقرس اللي هو عبارة عن نهاية السويتش لو كان هنا في اوامر رح ينفذ هذي الاوامر بعد البريك فهذه هي سويتش ايضا من الجمل من الجمل غير المشهورة في الجابا لكن ليها بعض الاستخدامات زي ما شوفنا في برنامجنا بعض الملاحظات على جملة switch هذي البريك بعد كل كيس مهمة لو هذفت هذي البريك ما هتطلع الأرور لكن ايش هيصير لو دخلت واحد حيطبع جانواري وما في جملة تقول له break اخرج من السويتش هيكمل هيدخل على case 2 وحيطبع February لعند break وحيخرج فخلينا ندخل واحد هنلاحظ انه طبع January و February فكل هذا بسبب انه ما حطينا هنا جملة break فممكن يكون logic error لو ما حطينا break بعد الكيس لكن في بعض الاحيان احنا متعمدين ممكن ان نحذف البريك ببعض التطبيقات ممكن ندمج عدة كيس نطبع لهم نفس الجملة مثلا لو واحد دخل شهر واحد او او اثنين او ثلاثة مثلا اطبع له انه هذا فصل الشتاء فاحيانا لها استخداماتي اني احذف البريك لكن في الوضع الطبيعي لازم يكون بعد كل كيس البريك طبعا بعد الديفولت لو حذفت البريك ما هيأثر لانه هو هيك هيك نوصل نهاية السويتش فلما حكي له بعد الديفولت البريك هيك هيك انتهى من السويتش ولو ما كتبت البريك هو حينتهى اصلا من السويتش سواء كتبتها او ما كتبتها نفس الشي بالنسبة لسويتش فهذه هي جملة سويتش زي ما حكينا هي جملة مش مشهورة لكن حبينا نعطيكو اياها ايضا لو شفتوها تكونوا عارفين عنها طيب في ايضا شي اسمه بريك وكنتينيو ممكن البريك هذه نفس اللي شفناها في سويتش ممكن نستخدمها حتى في الفورلوب كيف ممكن نستخدمها في الفورلوب خليني احذف هذا الجزء او اعمل له كومنت زي ما تعلمنا لما اعمل له كومنت كايني حذفته تمام لانه الكمبيلر هيتجاهله طيب ايش تعمل هادي اللوب بتعد من واحد الى عشرة وكل مرة بتزيل واحد فهيطبع الارقام من واحد الى عشرة خلينا نعمل لرن بالفعل طبع الارقام من واحد الى عشرة طيب بدي اراجع الجزء اللي حذفته انا حكيت له اذا كانت اثناء اللوب اذا وصلت ل اي يساوي يساوي خمسة اذا وصلت اللفة الخامسة الاتريشن الخامسة لازم يعمل بريك ايش يعني بريك حيعمل لما يكون داخل الفورلوب حيخرج من الفورلوب نهائيا وحيجي عند السطر الموجود هنا لو كان في سطر تمام في حالتنا ما في سطر فعينته البرنامج يعني اذا وصل لخمسة حيخرج من البرنامج حتى قبل ما يطبع قيمة الخمسة لانه هنا كل سطر بحكيله يطبع قيمة الاي فاذا كانت اي خمسة حيخرج البرنامج حتى ما هينفذ السطر هذا وما هينفذ الاتريشن رقم ستة ولا سبعة فكأني بجبره على الخروج من الفور عند نقطة معينة معينة خلينا نفذ البرنامج حنلاحظ انه اول اتريشن كانت الاي بواحد هل واحد اقل من عشرة نعم صحيح هيدخل هل واحد يساوي يساوي خمسة لا ما هيعمل بريك هيطبع الواحد بعدين هيزود الواحد هتصير 2 هل 2 اقل او يساوي 10 نعم ال 2 لا تساوي 5 فما هيدخل جوه الاف هيطبع 2 هيزود هيطبع 3 هيزود هيطبع 4 بعدين هيزود هل 5 اقل او يساوي 10 نعم هل 5 يساوي 5 نعم هيعمل بريك وحيخرج من اللوب ما هيكمل مع انه لسه ما نوصل نهاية هذا الشرط للعشرة لكن انا اجبرته على الخروج بجملة بريك في بعض التطبيقات بلزمني انه اكون اعمل لوب لكن لو حدث شي معين لازم اعمل بريك وانهي البرنامج طيب في جملة شبيهة في بريك اسمها continue نفس اللوب السابقة اللوب مفروضه تعد من واحد لعشرة يعني لو حذفت هذا الجزء مفروض لو اشغلها تعد من واحد لعشرة بالضبط لكن انا قلت له في اللفة الخامسة في اذا اي تساوي تساوي 5 اعمل continue فايش هيعمل continue continue هيخرج من الiteration الحالية وحيدخل على الiteration البعده يعني كأنه بيقفز لعند القوس هنا لكن ما حينزل تحت ما حيتخطى الفور لأ حيروح يكمل الiteration البعده حيزود الاي بواحد ويفحص الشرط ويكمل عادي فايش تتوقعوا لو حطينا continue هنا حيطبعوا واحد عادي لانه ما حيعمل continue 2 عادي 3 عادي 4 عادي عند خمسة لما تصير اي بخمسة هالخمسة قاله يساوي 10 نعم هالخمسة يساوي خمسة نعم هيعمل continue في continue ما حيطبع خمسة لانه continue بتقوله اقفز لنهاية الفور لكن ما تخرج من الفور لكن ما تخرج من الفور اقفز لنهاية اللفة الحالية في الفور تمام فحيقفز لهنا بعدين حيكمل هتصير اي بستة مع انه ما طبع اي خمسة هتصير اي ستة هل ستة أقل أو تساوي عشرة نعم هل ستة تساوي تساوي خمسة لا فما حيعمل continue بعدين حيطبع ستة وسبعة الى عشرة خلينا نشوف بالفعل طبع واحد اثنين ثلاثة اربعة عند الخمسة عملها تخطي continue يعني ما كمل الاتريشن ما كمل جزئية الطباعة في الاتريشن رقم خمسة فلذلك ما طبع رقم خمسة بينما طبع ستة تسة سبعة تمانية تسعة عشرة ايضا continue في بعض الاستخدامات احيانا بنكون في لوب واذا حدث شي معين خلاص ما حنكمل نهاية اللوب حنروح اللوب البعدها ايضا لها استخداماتها وفي بعض المجيمة بيحبوا يستخدموها الbreak و continue بيتغاضوا عنها بجمل f و f else احنا المهم نكون عارفين هذه الجمل في حالة انه حسينا نفسنا منحتاجها في البرامج ممكن نستخدمها لو ما حسينا حالنا منحتاجها ما حنستخدمها طيب نيجي لاخر جزئية اللي هي ال and and احيانا في ال if statement نرجع ال if statement بيكون في عندي شرطين انا حاب الشرطين اذا كانوا الشرطين متحققين في نفس الوقت حاب اعمل شي تمام بستخدم ال and and طبعا زي ما قلت لكم الفيديوهات السابقة بيفترضوا انكم على علم بلغة برمجة في السابق فلو انتم على علم حتكونوا اكيد درستوا هذه المفاهيم اللي هي ال and وال or اللي بيسموها بوليان اه اكسبريشنز طيب خلينا ناخد المثال هذا نوضح ال and وال or فيه نوضح كيف نكتبه في الجافا ونوضح كيف استخدامه بمثال بسيط المثال نفترض انه عندي بانك هذا البانك حاب يعطي قروض للناس للموظفين ولكن عنده شرطين لازم يتحققوا حتى يعطي القرض لازم يكون الشخص عمره اقل من خمسين لانه لو الشخص عمره كبير ممكن ما يلتزم في تسديد القرض الشرط الثاني لازم يكون راتبه عالي لازم يكون راتبه اكبر من خمس تلاف لانه لو راتبه قليل ايضا ممكن البنك يخاف انه ما يلتزم في سداد القرض فايش البرنامج البسيط هذا هيعمل اول شي هنعمل import لانه هنعمل scanner فنسأل المستخدم وعرفنا scanner نسأل المستخدم يقوله interior age وعرفنا متغير اسمه age هو integer وايضا نسأله عن salary وعرفنا متغير من نوع integer اسمه salary وبناء عليه البنك هيقرر هنا احتاجنا نستخدم الاند طبعا اللي هي الاشارتين هدول اذا الاج تبع المستخدم البرنامج اقل من خمسين والسالري اكبر من خمس تلاف وقتها فقط البنك هيعطي قرض لانه مش كبير في السن وراتبه عالي فحيعطي البنك قرض وهو متطمن هيقوله you can have a loan else اذا ما كانوا شرطين متحققين هيقوله sorry you cannot have a loan خلينا نفذ البرنامج ونشوف فلو كان عمره صغير مثلا لو كان عنه 40 سنة هذا شي كويس بالنسبة للبنك لكن الشرط التاني ما كان متحقق راتبه 4000 فقط فهنا هيقوله البنك sorry you cannot have a loan ليش اي نعم عمره صغير الشرط هذا الاول متحقق لكن الشرط التاني ما كان متحقق لازم الاند الشرطين مع بعض يكونوا متحققين تمام sorry you cannot have a loan طيب بينما لو كان محقق الشرطين مع بعض خلينا ندخل انه عمره 40 وراتبه 6000 ف you can have a loan يعني يقدر يش البنك يعطي قرض لانه حقق الشرطين طيب نيجي لل or or نفترض في بنك تاني منافس لهذا البنك البنك التاني حاب يخفف شروط القروض فالبنك التاني قال انا لو الشخص كان صغير في السن او الشخص كان راتب عالي اي واحدة من هذول المتحققين حطيه قرض انا مش حلزم الشرطين يكون متحققين فالبنك التاني هيستخدم or or كيف رمز or or هيستخدم هذا الرمز اللي موجود معي or تمام في الحالة هذي اي شرط من الشرطين تحقق هياخد قرض الشخص خلينا نشوف مثال لو كان عمره خمسين او بلاش خمسين اربعين وراتبه قليل مثلا اربع الاف البنك هذا لانه عنده تسهيلات فبما انه صغير في السن خلاص يكتفي البنك وحيعطيه قرض حيقول لانه لو واحد منهم فقط تحقق حيعطيه قرض بينما حتى ما ياخد قرض لازم يكون الاثنين مش متحققين لازم يكون عمره ستين ولازم يكون راتبه قليل حتى ما يقدر ياخد قرض لانه من استخدم الور فهذه الاند والور في الجافا عرفنا كيف رموزها وفي ايضا النط عندي يعني الاش اقال من 50 ممكن اكتبها بطريقة مختلفة اكتب له نط واحط قسين واقول له الاج اكبر من 50 اكبر او يساوي 50 فهذه نفس الشرط السابق يعني في الاول قفت له الاج اقال من 50 يعني انه صغير في السن او اقول له اشارة التعجب هذي معناها نط انه هو ليس كبير في السن ليس 50 سن او اكبر فهو ليس كبير في السن ايضا ممكن استخدم النط في عكس الشروط يعني لو كان الشرط هذا true فنط هيكون عكسها يعني لو ايج اكبر من 50 معناته كبير في السن النط بيكون بشطرة انه يكون صغير في السن فاليوم تعلمنا مجموعة اشياء تعلمنا الفور وتعلمنا 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 ايضا الاند والاور والنط اتمنى يكون الدرس واضح وكتمرين زي ما تعودنا نعطيكم تمرين في تحلو في الكمنس هطلب منكم تطبعوا الارقام الفردية من 1 الى 99 تعملوا loop باستخدام الفور loop وايضا باستخدام ال while loop وايضا باستخدام do while يعني بتلت برامج تطبعوا للارقام الفردية من 1 الى 99 يعني 1 3 5 7 الى اخر ونلقاكم في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته